محمد صلاح عشنا سنوات طويلة نقول منتخب محمد صلاح ارفع الكرة لصلاح نلعب لمحمد صلاح الوضع ده تغير مع كروش ولا انت شايف انه لأ احنا نفضل طول الوقت بما ان محمد صلاح بعز الكومة الكبيرة العالمية افضل لعب في العالم فطبيعي نبقى منتخب محمد صلاح بصة كريم طبيعي طبعا اللي انت وجود صلاح معانا في انتخب مصر هو العامل الضجة الكبيرة دي وده حقه لكن زي ما انت بتقول مش هنفضل طول عمرنا نقول كده لكن صلاح طبعا وجوده مهم كبير بنسبالنا احنا ممكن يعني ممكن كروش ده لو زاكي شوية كابتون وليد انت ممكن يعني ايه لو زاكي شوية يعني انت لو سنة زكاء شوية لا ما وراجل زاكي وزي الفول ده كروش سنة زكاء بقى زيادة اللي انت ممكن من خلال وجود صلاح معاك انت تستغل اللي الناس كلها بتركز دايما مع صلاح بتعمل ركابة عليه كبيرة جدا انت ممكن تعمل اي تركاية اي حاجة من يعني انت فاهم قصو دي الناس كلها مركزة هنا طب ما انا اعمل مثلا جملة هنا ممكن اعمل حاجة تانية عن طريق حد تاني عمر مرموش ناحية تانية هتلاقي اكتريت خط الدفاع ايه انت كنت اجريك هتفاجيني ايه مش ايه العمر مرموش ولا ايه لا ده انا هفاجأ هفاجأوا جدا ان الحقيقة انت بتقولها دي بقى اللي هو انت قلت لو يعني عنده شوية زيادة يعني وهو اكيد الراجل عارف واي مدير فني عارف اللي طالما صلاح معايا او بيلعب معايا اكيد الناس كلها الرقابة بتبقى عليه والعيبة والناس كلها هتروح له والمدير الفني في المحاضرة اكيد بيبقى عمل حساب صراح كويس قوي موقف له واحد واثنين كمان فبالتالي ممكن اعمل اي حاجة اللي مثلا صلاح معاك وراينا ممكن انا واحد تاني يخط في مصر دي افكرك بحاجة طريفة جدا لما كنا منيجي نلعب مثلا مع السنغال مع الحج ديوف دي منتخب مصر كله بالكامل بيجري ورا الحج ديوف نلعب بالكودفور نجري كلنا ورا دي درج بقى عندنا لعيب حد بيجري وراه يعني بقيت الفرقة وصلاح خلي بالك عمل لهم قلق وصلاح لو جات له كورة اكيد ما مش هيأثر ولا هيتأخر عليه اكيد لو جات له كورة او فرصة اللي هو يعمل اي حاجة زي ما بيعمل على ليفر بول ما هيعمل بس اكيد انا واسك مليون في المئة اللي هم هيبكرة هيبقى فيه ركابة لصيكة عليه يعني هتلاقي واحد مثلا وعارفين طبعا اللي صلاح ما شاء الله سريع فاكيد هيبقى واحد مثلا ماسك صلاح وهتلاقي واحد تاني بيغطي الرجل التاني عشان هم عارفين فرق السرعات ممكن صلاح لو زاء فاكيد واحد تاني هتلاقي بيغطي ورا زميله فهم قصد ايه فاهمة كابتن وليد بيقول قال نقطة مهمة اللي انت بكرة اول ربع ساعة دي دي جس نب ما اعتقدش اللي انت من اول دقيقة هتلاقي كروش بيقولك اطلع من فوق او قابل من فوق لا اكيد هيبقى فيه سن التحفز شوية كريم اول نص اول ربع ساعة اول عشر دقيق دي بيبقى فيها ايه عارف انت لسه بتشوف اللي قدامك ده ايه هخش له منين ده بيلعبوا الطريقة ازاي ممكن بعد اول ربع ساعة هتلاقي مثلا ايه شاف نقطة معينة او ضعف مثلا او خلل في حتة معينة ممكن يبدأ يقول بقى يغير الدنيا شوية فهمة كريم صح لكن اول ربع ساعة دي ما اعتقدش اللي هي هتبقى فيها مجازفة خالص دي مش هيبقى فيها ولا من عندنا خلي بالك ولا من عند نيجيريا لكن ممكن يبقى فيه تغيير بعد اول ربع ساعة اول تلسع لما الامور توضح لكن اعتقد اللي هي مش هتبقى مورا مقفولة صح يعني هيبقى فيها كورة هيبقى جيم مفتوح فزي ما بقولك كده وان شاء الله اتمنى اللي احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله وميكسا وان شاء الله